اشتركوا في القناة 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 طيب متين كده نشوف القانون المقاومة النوعية؟ رو ايه بتساوي R في على قل او يا مستر بالمرة قانون المقاومة النوعية مفرد الرو ايه الرو ايه يا شباب رو ايه الرو ايه بيتساوي R في ايه على قل طب السجمة التوصلية الكهربية هي مقلوب المقاومة النوعية السجمة تساوي ال場ق أسأل طالب fis погلبان الطيب يقولs que العوامل السعيمة التي تتوقف عليها المقاومة الوطن المقاومة اليه الذي توقف عليها المقاومة الكهربية لنبتأل cellul de mac في ارجاع الوطن المقاومة التركية الفطن cogn conversation وساعه تمتزق على الحandinavian طيب تعال نشوف هنا اقول ايه العوامل توقف على المقاومة النوعية طالب يقول لي مقاومة السلك ومساحة مقطعه ويه طوله الكلام ده غلط خليك عارف ان المقاومة النوعية والتواصلية الكهربية خاصية مميزة للمادة زيها زي الكسافة يعني بتتغير بتغير نوع المادة مش بحجمها ولا بكتلتها ولا بها قدية ولا بطولها طيب بلاعب بها قبل كده بلاعب بها كتير على طول يقول له ايه سلك من النحاس زي طوله للدعف وقلت مساحته للنص فإن التواصلية الكهربية له باشا لو بيسألك على التواصلية الكهربية او المقاومة النوعية خليك عارفوا متأكد انهم مستحيل يتغيروا الا في حالة واحدة بس لو تغيرت درجة الحرارة او تغير نوع المادة يبقى جات في 2015 في الاختيارات قال له سلك زي طوله للدعف وقلت مساحته للنص فإن المقاومة النوعية له او التواصلية الكهربية له تظل سبتة نبدأ بقى نشوف كده هو لو عايز يجب لي مسائل على الجزئية ديت اه بالمناسبة قبل كده اختيار قال له ايه سلك بيمر فيه طيار واحد امبير وكانت مقاومته عشرين اوم فاذا اصبحت شدة الطيار اثنين امبير فان مقاومة السلك لكز معايا كده هو هنا بيلعب معايا بقانون اوم اه قانون اوم بيقول ان في فرق الجهد بيساوي اي فرق اه يا مصر مع الار كده بتساوي ذي على اي جميل اذا ده الار يا مستر كده بتتناسب عكسي مع الطيار موافقك لغاية دلوقتي طيب يا ماشا ما هو كان بيقول لي ان الطيار اللي بيمر واحد امبير زادت شدة الطيار فبقت اثنين امبير يبقى لازم المقاومة لو بعشرين تقل تبقى بعشرة على السن في علاقة عكسية لا اخد بالك بقى هو فعلا ما بين الطيار والمقاومة في علاقة عكسية عند ثبوت الجهد بس خد بالك المقاومة لو اتغيرت تغير الطيار عادي يعني المقاومة لو زادت الطريق المقاومة قالت الطريق زيد لكن لو حصل العكس ما يحصلش العكس يعني لو الطيار زاد للدعف ايه اللي يحصل للمقاومة مستحيل تتغير فاخد بالك بيلعب بها كتير جدا في الاختيارات يقول لك سلك زاد طول الدعف وقالت نساحته قلنا ازاي هاجبها انه لما يقول لك سلك زاد شدة الطيار المرة في للدعف فان مقاومته مقاومة الكهربية تظل سبتة ليه تظل سبتة لان في حاجة اسمها عوامل مؤثرة وعوامل غير مؤثرة لو جي في الامتحان قال لك ايه العوامل اللي بتأثر على المقاومة الكهربية ايوه يا باشا كده شاطر طول السلك مساعة المقطع نوع المادة ودرجة الحرارة اتغير مش مستيه فاتغير لو زاد او قال لي مش هيأثر على المقاومة طيب نقوم بقى الجزء مهم تاني مسائل ايه المسائل اللي ممكن يجيبها ليه على الحتة دي هات صلى على رسول الله على السلام في عندنا كام نوع من المسائل كده نستعرضه زي مثلا المسألة دي هات في المذكرة بيقول لك سلك معدني سلك معدني معزول طوله سلك معدني معزول قطر المقطع واحد من عشرة ملي متر مصنوع من سبيكة المقاومة النوعية لمادتها خمسة في عشرة أس سالب سبعة أم في متر احسن التوصيلات الكهربية لمادة السلك والطول الذي يلزم من هذا السلك لإستخدامها مقاومة قيمتها 200 أوم طيب صلى على رسول الله على السلام طلع كده المعطوات اللي هو بالداني بيقول لي سلك معدني قطر مقطعه واحد من عشرة ملي متر تربيع القطر بواحد من عشرة انا مش محتاج القطر انا عايز اجيب نصف اللي هي القطر فهناخد كده نحط المعطوات بتاعتنا هو نصف القطر بتاعي نصف القطر بتاعي اللي هو الار بيساوي واحد من عشرة على الاثنين هيديك 0 علامة 0 خمسة من مية بس في عشرة قصة سالب ثلاثة اللي هي باشع علشان هو من داني بالملي متر هحولها للمتر الرؤية بتاعته المقاومة النوعية هي اللي خمسة في عشرة قصة سالب ثلاثة أوم في متر طب هو عايز يقول لك احسب لي السيجما التوصيلية الكهربية وايه احسب الطول اللازم عشان تبقى المقاومة بتاعته الار ميتين اوم طيب اعود نفسك على حاجة طبعا هو سؤال بسيط هنبدأ ان نحله سوا بس اعود نفسك على حاجة مهمة على طول في الفيزياء ابدأ باللي هو عوزه شوف الحاجة دي اخشينها ازاي السيجما اللي هي التوصيلية الكهربية اللي هو انا معي الرؤي السيجما على طول بتتفك او بتيجي واحد على رؤيه سيرتك معاك الرؤيه يبقى واحد على خمسة فعشرة السالب سبعة هتديك السيجما بوحدة قوم سالب واحد متر سالب واحد طيب ايه تاني عايزه عايز الطول اللازم عشان المقاومة تبقامتين مستر فكرني كده بالقانون بتاع المقاومة اما هالار بتساوي رؤيه في الا على الايه بس خليك فاكره هنا مش منديك الايه منديك هنا نصف القطر يبقى باي ار تربيع باي ار ايه تربيع طب انا لو عايز الايه سيدتك بمطار البساطة اعمل مقص وده المجهول بتاعك اللي هو الايه واللي جنب المجهول بيبقى مقسوم يعني سيدتك من هنا كده طول السلك اللي هو الايه بيساوي اضرب ده في ده على ده يعني ار في باي ار تربيع على الرؤية وسيتك كل دول معك هتعوضوا تجيبهم بسهولة الآن سنبدأ نحل مع بعض مسألة اصعب شوية المسألة دي جاتت في نتحان دول اول 2015 بولك الجدول المقابل يبين مواصفات ثلاثة مواصلات معدنية مصنوعة من مواد مختلفة اكس واي زيد ولها نفس مساحة المقطع استنتج النسبة بين سجما اكس سجما واي سجما زد حيث سجما هي التوصلية الكهربية ثم استنتج ايا من هذه المواد اكبر في التوصلية الكهربية طيب صلى على رسول الله رجل المديني كده بيانات في جدول بيقول ان طول السلك اكس 2 متر لما مقاومته واحد طول السلك واي كذا ومقاومته كذا وعايز نجيب النسبة بين السجما طب انا عشان اجاب بالسؤال ده الول لازم اقوله بما ان السجما السجما لها التوصلية الكهربية بتساوي ال على ار في ايه توصلية الكهربية لأي مادة طول السلك على ار في الايه طيب هو عايز ناخد ايه او اجيب ايه سجما اكس الى سجما واي الى سجما زد طيب جميل جدا ايه طول السلك اكس باتنين انما مقاومته بكام بواحد طول السلك واي بتلاتة انما مقاومته بكام باربعة طول السلك زد بتلاتة انما مقاومته بستة و كمان اقل ان كلهم ليهم نفس مساحة المقطع يعني انا هعمل ايه حاجة في تعويدي كده اقول اه ده ال L1 ب2 و مقاومته ب1 في المساحة اسمها ايه طب هنا طول السلك وي ب3 انما المقاومة بتاعته بربعة في المساحة اللي هي اسمها ايه طيب طول السلك دوت ب3 مقاومته بكام ب6 والمساحة برضو اسمها ايه و انت ليه مثلا حطيت دي ايه و دي ايه و دي ايه اصلا هو قالك ليهم نفس المساحة طب بمعنى ليهم نفس المساحة يبقى الايه ديت حطيل مع الايه دي حطيل مع الايه دي اذا هطلعلي 2 على 1 فيها اللي 2 الى 3 على 4 اللي هي 75 من 100 الى 3 على 6 اللي فيها النص اللي هي 5 من 10 و كده قال لي هات النسبة من كل واحد يوم كده انا جدت له النسبة بعدها كمان قال لي واي المواد اكبر في التوصيلية الكهربية مفروض من فيهم اكبر في التوصيلية الكهربية اللي عنده نسبة اعلى يبقى اذا السلك اكس هو اكبر هم في التوصيلية هو ده مستقل امتحيني سؤال عبيد او سؤال سعلي جدا نجاها علي تلات درجات في امتحان 2015 تعالي نشوف السؤال تاني على الجزئية ديت اسألة ديت موجودة كتير موجودة في حالة تابلي كده بيقولك تتصل محطة لتوليد الكهرباء بمصنع يبعد عنها بمسافة اتنين ونص كيلو متر بسلكين فاذا كان الفرق في الجهد بين طرفي السلكين عند المحطة 240 فولت وبين الطرفين عند المصلع 220 فولت وكان المصلع يستخدم طيار شدته 80 ام بئر احسن مقاومة المتر الواحد من السلك ونصف قطر السلك انا بقوله على طول للطالب المسألة دي بالذاتة يعني انت عايز تحلها تخيل كده وارسمها رابل بيقولك ان انت عندك مصلة ما عندك محطة المحطة بتولد الكهرباء للمصنع وتبعده ليه والمصنع والمحطة لازم يكونوا يتصلوا بسلكين ليه عشان تكون الدالة مقفولة بقولك المحطة شغالة على 240 فولت المصنع شغالة على 220 فولت جميل وبقولك ان الطير اللي ماشي في السلك ده واللي بيوصل للمصنع اي بيساوي كان 80 امبير احسد مقاومة المتر الواحد من السلك صلى على رسول الله اول حاجة انا عشان اجيبي المقاومة اللي هي المفروض يكون مع ايه فرق الجهد هو المحطة بتبعد كام 240 فولت المصنع شغالة على كام 220 فولت يبقى يبقى القهربة اللي ماشي جوه الاسلك دي ماشي بسبب فرق في الجهد بين المحطة والمصنع مقداره 20 فولت فانا اقول اذا في بتساوي 240 ناقص 220 يبقى اللي بيساوي 20 فولت طب جميل اوي انا جدت كده ايه المقاومة بتساوي المقاومة بتساوي مقاومة دول هو كان طالب مني مقاومة السلك لا ده هو بيقولك انا عايز مقاومة المتر الواحد من السلك وكبان كان ايلك ان المسافة ما بين المحطة والمصنع 2.5 كم لا اصلى على رسول الله على سورة السلاة المفروض دي المسافة يعني طول السلك دول السلك ولا سلكين 2 يعني السلك 2.5 رايح وفيه 2.5 جاي يبقى طول السلكين مع بعض 5 كم طبعا اي حد الطالب عارف ان من كم للمتر هضرب في ألف عشان احاولها من كم للمتر او في عشرة او ثلاثة طب يبقى اذا طول الاسلاك دول 5000 متر انا معايا مقاومة الاسلاك كلها بربع قوم اذا اقوله R للمتر الواحد المتر الواحد بتساوي المقاومة الكلية R total على طول السلك المقاومة اللي احنا جبناها بربع على طول السلك اللي هو 5000 متر هنطلع معاك الناتج فيش اي مشكلة طيب صلى الله على رسول الله عليه الصلاة والسلام هو يترى بيجيب لي حاجات تانية على المقاومة غير الاجزاء اللي احنا تلقلناها دي اه ساعد بيجي حضرتك فكرة كده واحدة هنقولها بسرعة يقولك قارن بين المقاومة السلكين المفروض لما يجيب لك السؤال دوت R بتساوي رؤيي في L على ايه انت لو طالب شاطر المفروض الرؤيي وال L مع ال R طردي وال ايه معاها عكسي طب لو انا عايز اجيب R1 على R2 من المقاومة سلكين سيادتك بتعمل ايه الطردي بنفس الترتيب ولا عكسي بعكس الترتيب يعني واحد على ال 2 يبقى رؤيي 1 على رؤيي 2 L1 على L2 و ايه 2 عشان هي عكسي على ايه 1 طيب جميل قوي صلى على رسول الله على السؤال الصلاة عايزين نشوف R1 على R2 ديت ممكن يجيب لي عليها مسألة ازاي مثال مشهور قوي بيقولك شوفوا كده بسوا او كتب لك المقارنة بين مقاومة سلكين ولكن صنع طالب مقاومة من سلك زيتول معين وصنع مقاومة اخرى باستخدام سلك من نفس النوع وكان قطر السلك الثاني يساوي نصف قطر السلك الاول وطوله ضعف طول السلك الاول احسب النسبة بين مقاومة الثاني الى مقاومة الاول طلع المعطيات مضبوط المسألة تتحل بعنك بيقولك ايه صنع طالب مقاومة من سلك زيتول معين وصنع مقاومة اخرى باستخدام سلك من نفس النوع نفس النوع دي الواحدة هتترجم ان رؤي واحد اه هنحل هنا على طول حل بلون تانى عشان خاطر ايه بتبقى تفصل دي عندي اول ما بيقولك من نفس النوع يعني رؤي واحد بتساوي رؤي اثنين جميل اوي طب عمل ايه الطالب ده بقى لما صنع من سلك تانى بص ك Professional وكان قطر السلك الثانى يساوي نصف القطر السلك الاول كله قد نصف قطر الاول يعني من السبب ايه طب عمل ا sair معنى كده اول اكبر من ثاني اول كله اكبر من ثانى ايهps rättنى بسرعه اثنين لنصف القطر الاول ضعف نصف القطر الثانى نكتب الكلام كده ازاي نصف قطر الاول R1 نصف قطر الثاني R2 المفروض من اكبر الاول قد التاني مرتين فلو التاني بواحد يبقى الاول بكام بسط الامور على نفسك بدلا ما تعمل R1 بتسوي اتنين R2 وتطير بسط الامور على نفسك على قد ما تقدر يقول لك ايه وطوله ضعف طول السلك الاول طول السلك الثاني ضعف الطول السلك الاول احسب النسبة من مقاومة التانى طول التانى ضعف الاول ما تظل عندي A وأقول A1 و L2 طوله ضعف طول السلك الاول وأحسب الأول بواحد يبقى الثانى يبقى باثنين احسب النسبة بين R2 صلى الله وسلم حالكم ناكس كده معي هو انا اساسا القلون اللي بدهولك ان ار واحد على ار اتنين اعكس النسبة هيبقى ار اتنين على ار واحد بتساوي هنلاقي اعكس نفس الكلام دوت طبعا رؤي اتنين على رؤي واحد انه تلك التردي بنفس الترتيب ولعكس بعكس الترتيب ال اتنين على ال واحد برفع عليك في واحد دول يخد بالك ده ده بالمساحة انه مهم ادنين بنصف القطر عادي جدا نشيلها وحط مكانها ار تربيه بس هتبقى ار واحد تربيه على ار اتنين تربيه تعال انا عود كده بسرعة المقابلة النوعية هي هي يبقى ال اتنين ال اتنين عندي بكام ال اتنين باتنين على ال واحد ليه ال واحد فيه فيه ار واحد تربيه ار واحد بكام باتنين يعني تكتب اتنين تربيه على ال واحد ده على الالة يباشا هديك ان ار اثنين على ار واحد بيساوي تمانية على واحد وهو المطلوب اثباته النسبة بين المقاومتين وان شاء الله بإذن الله تعالى كده بقى احنا ختمنا جزء السهل ونبدأ ان شاء الله من الفيديو اللي جاي نتكلم على مشكلة التوالي والتوازين استوضيعكم الله اشتركوا في القناة